بعد أكثر من تسع سنوات على الفشل الحكومي في إنهاء أزمة النزوح في العراق تسعى السلطات إلى فرض الترحيل القصرية ضد النازحين وإغلاق جميع المخيمات متجاهلة عدم صلاحية المناطق التي نزحوا منها للسكن والعمران إثر غياب الخدمات الأساسية وفرص العمل إضافة لاستمرار وجود الميليشيات المسلحة داخل هذه المناطق مخيمات النزوح تشهد ارتفاعا في معدلات الفقر والجوع عقبا تنصر السلطات الحكومية من توفير الحاجات الأساسية وتوزيعها مواد منتهية الصلاحية وتراجع جهود المنظمات الدولية في تقديم المساعدات منظمة هيومن رايتس ووتش لطالما اتهمت السلطات في العراق بخذلان النازحين وتركهم يواجهون المجهول مؤكدة أنها تركت النازحين في حالة لا تمكنهم من استعادة حياتهم وممتلكاتهم التي فقدوها في ظل العمليات العسكرية والتي شنتها القوات الأمنية والميليشيات المرافقة لها والتي ما تزال مسيطرة على هذه المناطق وزارة الهجرة الحالية أعطت يوم الثلاثين من شهر تموز القادم مهلة نهائية أمام المهجرين في المخيمات للخروج منها من خلال سلاح التجويع وقطع المساعدات ما يثير التساؤلات حول الغاية من هذا القرار رغم عدم صلاحية المناطق التي هجر منها النازحون للسكن نتيجة عذام الخدمات في بعضها وغياب الأمن في مناطق أخرى وبينما تظهر السلطات الحكومية سعيها لإنهاء ملف النزوح على عجل ودون إعداد الظروف المناسبة تغط طرفها عن مأساة مهجري جرف الصخر حيث تقف عاجزة أمام سطوة الميليشيات التي تسيطر على القضاء منذ عشرة أعوام بعد أن هجرت أهلها وما زالت تمنعهم من العودة كل هذه السنوات بل وتمنع أيضا دخول أي مسؤول ما جعل جرف الصخر خارج نطاق سيطرة الحكومة وجيشها وقواتها الأمنية يبقى إذن ملف المهجرين النقطة الأكثر سودوية على جبين الحكومة المتعاقبة والتي بات تتعاملها مع ملف المهجرين عشوائيا ومتخبطا بعد سنوات من الإهمال المتعمد لشريحة واسعة من العراقيين